أسيس يهنئ الطائفة الإنجلية والجاليات المصرية بالخارب بعيد الميلاد المجيد وزيرة التضامن تؤكد ضرورة وصول الخدمات إلى مستحقيها بمبادرة حياة كريمة وزير النقل يعلن تدعيم الخط ثاني لمتر الأنفاق بستة قطارات جديدة مكيفة أفهمنا مساءنا بالقاهرة ستسبت توقيتي جرينج موجز لأهمي وآخر الأخبار يأتي حضرتكم من القاهرة أهلا بكم هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي طائفة الإنجلية بعيد الميلاد المجيد كما هنأ الرئيس السيسي أبناء الجاليات المصرية المسيحية بالخارب بهذه المناسبة وعرب رئيس السيسي في برقية تهنئة نقلتها سفرات وقنصليات مصر بالخارج عن أمله أن يحمل العام الجديد للجاليات المصرية كل نجاح والتوفيق ولمصر مزيدا من الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار وجه رئيس الطائفة الإنجلية بمصر دكتور القص أنجريا زاكي شكرا لرئيس عبد الفتاح السيسي على قراره بتأسيس اللجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفية وفي كلمته خلال احتفال طائفة بعيد الميلاد المجيد بالكنيسة الإنجلية بقصر الدبارة ثمن زاكي قرارات لجنة توفيق أوضاع الكنائس شارك في الاحتفال بالعيد أعضاء المجلس الإنجلية العام ورؤساء المذاهب الإنجلية بمصر بحضور وفد من ممثل المجلس الاستشاري لرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من الوزراء والمسؤولين والشخصيات العامة أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن رئيس عبد الفتاح السيسي لإهتماما كبيرا وعناية بمشروع إنشاء سد رفيجي بتانزانيا وخلال لقائه مسؤول تحالف المقاولون العرب والسويدي إلكتريك لمتابعة الموقف التنفيذي لإنشاء السد وجه مدبولي بضرورة تأمين على العاملين بالسد والبالغ عددهم نحو خمسة ألاف عامل من جهتهم أكد مسؤول وتحالف إنه تم البدء في أعمال رفع المساحية للمشروع والكشف عن طبيعة طبغرافية للموقع كما بدأ العمل في إقامة منطقة إسكان للعمال وتمهيد الطرق التي تخدم وتسهل عملية الانتقال داخل المشروع أكدت وزيرة تضامن الاجتماعي غدوى لضرورة مراعاة تطبيق مبادرة حياة كريمة بحيث تصل الخدمات إلى مستحقها جاء ذلك خلال اجتماعها مع عدد من الجمعيات الأهلية وأشرت والي إلى أن الوزارة تقوم بتوفير قواعد بيانات صحيحة عن الأسر الأولى بالحماية ومراجعتها بشكل دقيق مع التنسيق بين الجهات الشريكة ومتابعة وتقييم المشروع واستقصاء مدارض المواطنين وقعت وزارة البترول مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عقضي تمويل بقيمة 20 مليون جنيه لتحويل 4000 سيارة جديدة للعمل بالغاز الطبيعي كوقود وقال لمهندس طارق الملة وزير البترول أن توقيع عقود التنويل يؤكد التزام الوزارة بتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير عليهم وإتاحة أنواع مختلفة من الوقود أمام المستهلك في السوق المحلية لافتا إلى أن توسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات يسهم في تقليل الضغط على استهلاك البنزين والسولار وترشيد قيمة الدعم الموجه لهما أكد وزير النقل دكتور هشام عرفات تطوير متر الأنفاق من خلال استكمال الخط الثالث بالتوازي مع عملية إعادة تأهيل وتطوير الخطين الأول والثاني والتي تتضمن شراء ستة قطارات مكيفة جديدة للخط الثاني بتكلفة تصل إلى مليارين و420 مليون جنيه وخلال جولة تفقدية مفاجئة لمحطة متر السادات اطمأن خلالها على عمل بوابات التذاكر وكاميرات المراقبة وانتظام زمن التقاطر وحركة سير القطارات موجها بحسن معاملة الجمهور وحال أي مشاكل تواجههم بشكل سريع أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عز الدين أبو سيت أن صادرات الزراعية المصرية استطاعت خلال عام 2018 غزو أسواق جديدة بتصدير موالح وخضروات لأول مرة إلى دول مثل الأوروغوي وكندا والصين واليابان وميانمار وإندونيسيا وطايوان وفيتنام وأضح أبو سيت أن التصدير لتلك الدول تم بعد توافق معها على شروط تصدير الخاصة بالصحة النباتية لديهم واستناف تصدير الموالح بعد توقف دام موسمين في ختام المجزة مشاهدين الكرام لمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإخباري أكسشن نيوزو تيفي إلى اللقاء في يمانيلا اشتركوا في القناة